اللهم إنك قلت قولك الحق المبين وأنت أصدق القائلين ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا قل سبق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم لك الحمد على ما أوليت ولك الشكر على ما أعطيت اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو خاصة أو عامة أو سر أو علانية اللهم لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة كبت عدونا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا ومن كل خير ما سألناك ربنا أعطيتنا وشفيت سقيمنا وربيت صغيرنا وأطلقت تاسيرنا وعافيت موتلانا فلك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا ولك الشكر كثيرا كما تعطي كثيرا اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضى لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله إلى كافة الثقلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم اغفر لنا خطايانا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وما أن تعلم به منا اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وتجاوز عن سيئاتنا إنك أنت الغفور الرحيم يا سميع الدعوات يا مقيل العثرات يا قاضي الحاجات ويا كاشف الكربات يا رفيع الدرجات ويا غافر الزلات اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت علم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ربنا وفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم إلا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا متقبلا وتوبة صادقة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت اللهم هون علينا سكرات الموت وارزقنا شهادة عند الموت اللهم اجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل قبورنا بعد فرق هذه الدنيا خير منازلنا وافسح فيها ضيق ملاحدنا اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنان ولا تجعلها حفرا من حفر النار اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا وارحمنا إذا سرنا إلى ما ساروا إليه اللهم اغفر لنا وارحمنا إذا سرنا إلى القبور اللهم اغفر لنا وارحمنا إذا سرنا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا اللهم ارحمنا إذا غسلونا اللهم ارحمنا إذا كفنونا اللهم اغفر لنا وارحمنا إذا حملونا على الأكتاف وساروا بنا إلى قبورنا اللهم اجعل خير أعمارنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك اللهم اغفر لنا ورحمنا إذا سرنا إلى القبور إذا واران التراب وتركنا الأهل والأحباب والإخوة والأصحاب اللهم ثبتنا عند سؤال منكر ونكير اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة اللهم اجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل بلاء عافية اللهم آمن روعاتنا واستر عوراتنا وأصلح نياتنا وذرياتنا وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا ونعوذ بعظمتك النغتال من تحتنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعطنا ولا تحرمنا وكن لنا ولا تكن علينا واختم لنا بالصالحات عمالنا وبالسعادة آجالنا واشف اللهم مرضانا وارحم موتانا وبلغ فيما يرضيك آمالنا وارحم دعفنا واجبر كسرنا ولا تخيب اللهم فيك رجاءنا يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب اللهم إنا نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الشمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم يا رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل ويا فاطر السماوات والأرض يا عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون إهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت لا إله إلا الله رب العرش العظيم ورب العرش الكريم إلهنا عز جارك وجل ثناءك وتقدست أسماءك ولا حول لنا ولا قوة إلا بك أنت حسبنا ونعم الوكيل إلهنا عظم الكرب على إخواننا في أرض الحبشة وفي شرق الأفريق يا وفي أرض الشام اللهم أمن أرض الحبشة بأمانك اللهم أمن أرض الشام بأمانك اللهم سلمها باسمك السلام يا رب العالمين اللهم احفظ البلاد والعباد أنزل عليهم رحمتك ورأفتك وحنانك يا رب العالمين اللهم احرصها بعينك التي لا تنام وكلاها بكنفك الذي لا يضام يا رب العالمين اللهم وحد على الحق سفهم واجمع على الرشد كلمتهم وألف بين قلوبهم واجعلهم رحمة على أمتهم يا رب العالمين اللهم آمن روعاتهم اللهم لا ترنا في البلاد ولا في العباد مكروها يا رب العالمين اللهم لا تشمت فيهم عدوا ولا حاسدا اللهم اجعلهم رحمة على بعضهم اللهم اجعل ديارهم ديار أمن وسلام اللهم افتح لهم فتحا مبينا وانصر لهم نصرا عزيزا وأنزل في قلوبهم سكينتك وانشر عليهم فضلك ورحمتك يا غياث المستغيثين ويا أمان الخائفين أغث إخواننا في الإثيوبيا اللهم اغث إخواننا في شرق الأرض ومغاربها يا رب العالمين يا رب كلهم نعينا وظهيرا اللهم عليك بمن خذلهم عليك بمن حاربهم اللهم عليك بمن عاداهم يا عزيز يا جبار يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزم أعداءك وأعداء المسلمين اللهم اهزم أعداءك وعداء المسلمين اللهم دمرهم وموالاهم اللهم أرنا فيهم يوما أسودا كيوم قارون وفرعون وهامان اللهم اجعل ساعة نهايتهم قريبة بعزتك يا عزيز يا جبار اللهم خذهم أخذا عزيزا اللهم يا الله اللهم عليك بالظالمين الذين يقتلون أولياءك قتلهم تقتلا عذبهم تعذيبا اللهم اقطع انفاسهم اللهم اسلبهم حياتهم اللهم ارفع علمك وعافيتك عن الظالمين اللهم احسهم عددا وقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا اللهم لا ترفع لهم في الأرض راية واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية اللهم عليك بالظالمين وأعوانهم فإنهم لا يعجزونك اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم اللهم إنهم قد تغوا وبغوا وأسرفوا وقتلوا اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم وأبطل كيدهم وأفشل خططهم وجعل كيدهم في ضلال ربنا قتلوا عبادك الأبرار وأنت رب العباد فصب عليهم سوت عذاب إنك أنت بالمرصاد وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فتجعلهم كعصف مأكول ربنا دمر ديارهم وأمطر عليهم الأمراض التي لم تكن في أحد قبلهم اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداك وعداء الدين اللهم من أرادنا وأراد عقيدتنا وأمننا وبلادنا وديننا بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نهره يا من بيدي مفاتيح الفرج فارج عن إخواننا في الإثيوبيا عجل لهم بالفرج يا الله كما فرجت عن نبيك فارج عنهم اللهم وكما جعلت ليونس مخرجا من الظلمات اجعل لهم مخرجا يا الله اللهم كن لإخواننا في أرض الحبشة اللهم انصر لهم ولا تنصر عليهم يا ناصر المستدعفين ويا أمان الخائفين أم من خائفنا أم من خائفنا اللهم افتح لي إخواننا في الإثيوبيا فتحا مبينا وانصوا لهم نصرا عزيزا اللهم فك أسراهم اللهم عليك بمن خذ لهم اللهم عليك بمن خذ لهم وارحم موتاهم واجبر كسرهم وتولى أمرهم واشف مرضاهم وعاف جرحاهم وأم من خائفهم واكس عاريهم وأطعم جائعهم اللهم إنهم حفات فاحملهم وعرات فاكسهم وجياع فأطعمهم ومغلومون فانصرهم ومغلومون فانصرهم يا ناصر المستدعفين اللهم وحد سفوفهم واجمع قلوبهم على كتابك والسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم وحد سفوفنا وألف بين قلوبنا وقلوب علمائنا اللهم ألف بين قلوبنا وبين قلوب علمائنا وقضاتنا ومشائخنا ودعاتنا اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وحفظنا بالإسلام وحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلا ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ونسألك اللهم عيش السعداء ومنازل الشهداء والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم أغلنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك القصد في الفقر والغنى وكلمة الحق في الغضب والرضا نسألك اللهم نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ولذة النظر إلى ودهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم ولا تخزنا يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتاك بقلب سليم اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من السمعة والرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي السدور اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل ونسألك اللهم الاستقامة على سنة رسولك صلى الله عليه وسلم اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك اللهم بكل اسم هونك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور سدورنا وجلاء حزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلا وارزقنا تلاوة آنا الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا وجعلنا من الراشدين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين اللهم ظلنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك نسألك اللهم الأمن يوم الفزع الأكبر يوم تدن الشمس على رؤوس العباد اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وثق الموازيننا وثبت على الصراط أقدامنا اللهم حرم أجسادنا على النار اللهم حرم وجوهنا على النار يا رب العالمين يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين اللهم اشف مرضانا ومرد المسلمين اللهم ألبسهم لبوس العافية كي يسبحوك كثيرا ويذكروك كثيرا اللهم أطلق أسر المسلمين اللهم رد الغائبين يا أرحم الراحمين يا الله لا تبر صغيرا ينتظر والدا إلا جمعته به يا رب العالمين لا تبر زوجة طال انتظارها لزوج إلا جمعتهم يا رب العالمين أنت على جمعهم إذا تشاء قدير اجمع بين كل والدة وولدها وبين كل زوجة وزوجها اللهم لا تفجعنا في عبائنا ولا أمهاتنا ولا تفجعهما فينا يا رب العالمين أم من كل خائف واحفظنا واسترنا بستركا جميل اللهم قدمنا ولا تؤخرنا وزدنا ولا تنقصنا ورفعنا ولا تخفضنا واسترنا ولا تفضحنا وكلنا ولا تكن علينا إلهنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونستغفرك من الذنب الذي لا نعلم اللهم اجعل أعمالنا لك خالصة اللهم اجعل سلاتنا ونسكنا ومحيانا ومماتنا لله رب العالمين اللهم ربنا تقبل توبتنا وأجب دعوتنا واغصل حوبتنا واسل السخيمة صدورنا واشف مرضانا وارحم موتانا وفك أسرانا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا اللهم يا الله اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنك قلت وقولك الحق المبين ادعوني أستجب لكم اللهم فهذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان اللهم لا تردنا خائبين اللهم لا تردنا خائبين اللهم هذا دعوة المضطرين اللهم استجب دعاءنا اللهم يا الله اللهم يا الله فلا تردنا خائبين اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ونبينا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما تسليما